اشتركوا في القناة تراجع المشتري اللي رح يتراجع من الحوت للدلو انتقال عطارت زي ما حكينا على برج الاسد وبرضو في نفس اللحظة عنا انتقال القمر اللي رح ينتقل برضو من الحوت للحمل يعني في مجموعة اخبار فلكية مهمة جدا من خلالها بتعرف الفترة القادمة متجهلة ايش تحديدا او ايش التحذيرات اللي بدنا نحذرك منها في الفترة القادمة طبعا القمر الان موجود في منزلة الرشا وهي للعلاج والربح والسلامة والصلاح والاصلاح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا من صباح يوم الاربعاء بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لمنزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لا امور الها علاقة بعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاضافر حلاقة الشعر خصوصا اليوم في زاوية برضو قوية ما بين القمر وما بين الشمس يعني بتشجع الامور اللي الها علاقة بامور التجميل بالنسبة للقمر بما انه الان موجود في برج الحوت فما زالت الامور بالظلهم سيطر علينا انها بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين ممكن نتدمر ونكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح في هاي الفترة في اشخاص بيقعوا في حبال الغرام او بيبدأوا بعلاقة غرامية جديدة ووسعنا في هاي الفترة التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير طبعا اول حدث رح يصير معنا هي بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج هو الساعة 11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هو انتقال عطارد رح ينتقل كوكب عطارد من برج السرطان لبرج الاسد ورح يكون هذا الانتقال زي ما حكينا ساعة 11 دقيقة بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة 14 دقيقة صباحا او فجرا طبعا عطارد رح يمكث في برج الاسد لغاية يوم 11 ثمانية بمعنى اخر انه حركته رح تكون سريعة جدا في هذا البرج لانه عادة هو بمكث ثلاث اسابيع في كل برج لكن المرة هاي سرعته اختصرت اسبوع تقريبا خلال الفترة المقبلة بيشعروا موليد برج الاسد بقوة الفكر والادراك الجيد للامور وبتزداد رغبتهم في الدراسة والمطالعة واجراء الاتصالات وبتبرز لديهم قوة الاقناع او الغير بوجهة نظرهم وبيستفيد معهم كذلك موليد الابراج النارية مثل الحمل القوس والهوائية مثل الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد كوكب عطارد عنده في ساعة ولدته في برج الاسد اللي بيولد عادة وبكون عطارد موجود في برج الاسد عنده في خارطه الفلكية ما بيتسرع في اتخاذ قراراته بل بالعكس بيدرسها وبقيم كل خطوة من خطواته بيتأكد من قراراته صحة قراراته وخصوص يعني اذا يعني حاول انه ياخذ قرار طبعا بيكون صعب جدا انه يتراجع عن هذا القرار ونهائيا يعني بيكون عنيد جدا خلاص انه اتخذ القرار ودرسه وما في مجال للتراجع بالنسبة لتأثيرات عطارد لما بيكون موجود في الاسد على جميع الابراج بالنسبة لبرج الحمل بيدرسوا او بيمارسوا نشاطات ادبية وبيحثوا اولادهم على الدراسة برضو بيستفيدوا في اتصالاتهم العاطفية الثور بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية الجوزاء بيستفيدوا الطلاب اللي بيدرسوا في المجالات الابتدائي والثنوي في دراستهم مطالعتهم استعداداتهم وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة او جهاز الكتروني مثل تليفون كمبيوتر اشياء من هذا القبيل برج السرطان تنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال اما بالنسبة للأسد بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآراءهم وبينشطوا في مجال الدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات اما بالنسبة للعذراء بيميل اهتمامهم اغلبوا بصير في الامور الغيبية او الغيبيات او الامور القديمة او التاريخ اما بالنسبة للميزان بيميلوا في تبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وممكن ينشطوا بعلاقاتهم الاجتماعية او يتعرفوا على اصدقاء جدد العقرب افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل وبينشطوا باعمالهم وانجاز اعمالهم اما بالنسبة للقوس بينشطوا في امور السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا هم الطلاب الاكاديميون اللي بدرسوا بالجامعات في دراستهم وامتحاناتهم اما بالنسبة للجديد بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة والبدء بتفكير بمشروع جديد او خطوة جديدة بالنسبة للدلوب يتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء شركاء المال وشركاء العاطفة وبرضو بتزيد عندهم النشاطات بالفترة القادمة على المستوى العاطفي او مستوى الارتباط اما بالنسبة للحوت بتفيدهم افكارهم مع زملائهم في مجال العمل او عمل جديد او انجاز بعض الاعمال المهمة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية هي راح تكون زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة واحدة واثناشر دقيقة صباحا بتعزز قدرتهم او قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة واحدة واثناشر دقيقة صباحا وبينتهي الساعة التسعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار زي ما حكينا الساعة التسعة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا القمر بنتقل وباستقر في برج الحمل يعني هاي الفترة بتشعر او بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع بتصرفاتنا او نتهور ايضا في بعض الامور يجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك والاهتمام بامور الهعلاقة اما بقصة شعر او اقامة حفلة او فحص بيكون بتعلق لمكان الرأس تحديدا يعني لا اي شيء في الرأس بالنسبة لاول زاوية بعد انتهاء الانتقال هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 11 و 41 دقيقة ظهرا ابنو شعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة او بساعة تقريبا بيبدأ عنا اللي هو عملية الانتقال للمشتري اللي بيتراجع اساسا ورح يرجع كوكب المشتري المتراجع من تاريخ عشرين ستة بدأ عملية تراجعه في برج الحوت رح يرجع لبرج الدلو تراجعيا في تمام الساعة 12 و 48 دقيقة ظهرا بيكون خلص استقر في برج الدلو يعني بدأ بتراجعه في برج الدلو ورح يمكث هذا التراجع يعني في برج الدلو لغاية 18 عشرة صباح 18 عشرة وعادة لما بيبدأ كوكب المشتري بالتراجع اللي هو كوكب الحظ بتراجع بنشعر بفقدان الحماس وبيخف تفاؤلنا وممكن يحصل تعطيل في المجالات اللي بتناولها كوكب المشتري زي النشر الأمور الصرافي الدراسة الجامعية الأمور الفلسفية الدينية الترحال وخاصة المسافات البعيدة وبرضه في فتر التراجع المشتري ما يجب أن لا نعتمد على الحظ لأنه بفقد عنصر الحظ فيه وبيصير منتحس فبيصير الاعتماد على الحظ عبارة عن مجازة فيه يتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا عشان نحصل على نتيجة مرضية قدر المستطاع تستغرق عادة فدر التراجع المشتري أربع شهور وهو له زي ما حكينا بتراجع من عشرين يعني من عشرين ستة يعني لا ثمنتاش عشرة هيك بيكون قرابة الأربع شهور وشوي طبعا عملية التراجع هاي بتأثر على الأبراج كلها ولكن كل برج بختلف على حسب إيش المكانة اللي بيكون فيها أو إيش البيت اللي بيعتمد له بالنسبة لبرج الحمل طبعا هو بما أنه في بيت اللي هو المجال الاجتماعي والعلاقات مع الأصدقاء فموليد برج الحمل بدهم يكونوا شوي واقعيين في نظرتهم للأمور وبرضو يعني حاولوا قدر الإمكان ما يعتمدوا كثير على أصدقائهم ممكن تصير بعض خيبات الأمل أو يخسروا بعض الأصدقاء بالفترة هاي أو يتخلوا عن بعض الأصدقاء أو يتدمروا لأقل حدث ممكن يصير في المجالات الاجتماعية بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هو بركز على العمل والعلاقة مع المسؤولين فعشان هيك بتكونوا تديروا بالكوا أثناء عملكم حاولوا تنجزوا عملكم بالكامل ما تعتمدوا على الحظ من المحتمل بعض موليد برج الثور أنه تتعطى الفرصة لا ترقي أو ترفيع أو شيء بيكونوا موعدين في هذه الفترة بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هي بتركز على البيت التاسع لهم هي عمليات السفر والأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير وحتى في الأمور القضائية فعشان هيك بنقول لهم أنه دائما لما تتحركوا حاولوا أن تخلوا الأوراق الثبوتية معكم اتفقدوها جيدا اللي عنده قضية قضائية بده يتابعها بشكل جيد ما يهمل أي أوراق أو أي التزام في هاي الأمور واللي عندهم امتحانات جامعية برضو نفس الشيء بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ بالنسبة لموليد برج السرطان بدهم طبعا هو لأنه في البيت الثامن فعشان هيك الأمور اللي بتتعلق بالحسابات المالية المشتركة بدهم يركزوا عليها بشكل جيد ما يعتمدوا باعتماد كامل على الشريك بدهم يتفحصوا الوضع بدهم ينتبهوا لكل المعاملات اللي بتتعلق في أمور إلها علاقة بالتأمين أو إلها علاقة بالضريبة أو بأموال الشريك بالنسبة للأسد طبعا لأنه بمقابلهم تماما فهو بيت الشراكة المالية والعاطفية بدهم يكونوا عندهم أكثر حكمة وصبر في أثناء تعاملهم مع الشركاء وخصوصا مع الأزواج تحديدا وبدهم يتفحصوا أي ورقة أو أي عقد بيرغبوا أنهم يعملوا أو يوقعوا بالفترة ما يعتمدوا كثير على العروض اللي بتنعرض عليهم كأمور شراكة ممكن كثير النطخي بأعمالهم بالنسبة للعذراء بتتعطل عندهم بعض الأمور اللي إلها علاقة في مجال العمل وبرضو على المستوى الصحي بدهم ينتبهوا لصحتهم ممكن يصير سوء تفاهم بينهم وبين بعض الزملاء ولكن الأغلب حاولوا تنجزوا أعمالكم ما تعتمدوا على الحظ وبرضو بالمقابل بدكم تنتبهوا للصحة بالنسبة لبرج الميزان بتظل الرغبة عندهم قوية للتقرب من أحباءهم وتعزيز العلاقة معهم ولكن ممكن يصادفوا من حين لآخر نوع من أنواع البرود أو عدم الاكتراف من الأحبة أو إهمالهم أو بشعروا هيك أن طاقتهم العاطفية مش بقوتها في نوع من أنواع البرود بالنسبة للعقرب بتتركز أنظارهم حول شؤونهم بالبيتية والعائلية والعقارية فعشان هيك أهم شيء أنه يبلما يقوموا بعملية تغيير لمسكنهم أو تعامل بموضوع العلاقة بالأثاث أو تغيير الأثاث أو أمور إلها علاقة بالأمور العقارية بدهم يتأكدوا من قدرتهم على قوض هاي التجربة مش يعتمدوا على الحظ فيها وبعدين تيجي الأمور عليهم فعشان هيك بدهم يركزوا لأي أمر إلو علاقة بالأمور البيتية بالنسبة للقوس بينشطوا في مجال الاتصالات والسفريات وخصوصا القصيرة وبتزيد تعاملهم بالفترة هاي أو علاقاتهم ما بينهم وبين الإخوة والجيران في منهم ممكن يرغبوا في شراء سيارة، تليفون، كمبيوتر ولكن الأهم بدهم يتفقدوا كل هاي الأشياء اللي ذكرناها بشكل جيد وكفالتها ووكالتها على أساس أنه ممكن يكون فيها بعض الأعطال بالنسبة للجدي بتنصب جهودهم حول ضب ميزانيتهم الأمور المالية هي أكثر شيء بيركزوا عليه فيه فرص متاحة بتكون لمكسب مالي ولكن بدهم يجتهدوا أكثر من الشيء الطبيعي وما يعتمدوا على كل شخص بيوعدهم في أمور إلها علاقة بالوضع المالي بدهم يحاولوا أنهم يخففوا من نفقاتهم قدر الإمكان بالنسبة للدلو على موليد برج الدلو تنظيم أمورهم وحياتهم اليومية بشكل جيد بدهم طاقتهم تكون يعني شوي أقوى بأي خطوة بأي مشروع بيحاولوا أنهم يعملوا حاولوا قدر الإمكان ما تتراخوا ما تعتمدوا على الحضود وخصوصا أنه برضو عندكم زحل وزحل بشكل زاوية تربيع مع أورانوس فهذا الشيء شوي بأثر عليكم من ناحية الاعتماد على الحضود في هذه الفترة فلا تعتمدوا على الحض نهائيا أما بالنسبة لبرج الحوت فهي بتركز على التعامل مع المؤسسات أو مع شركة كبيرة على موليد برج الحوت أنهم يجهزوا كافة الأوراق المطلوبة التحرك نحو هدفهم بخطوات مدروسة يحاولوا قدر الإمكان أنه يكونوا جاهزين لأي شيء الحضود مش بها القوة برضو ما بنصح أي واحد من موليد برج الحوت لأنه في الفترة هاي يخوض أي أمر له علاقة بالأمور الروحانية لأنه شوي هذا الأمر مش حليف لإلهم ومش قوي بالنسبة لإلهم فسهل جدا أنه يعني يصير فيه نوع من أنواع الإحتيال أو النصب عليهم بالنسبة لزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهاي آخر زاوية رح تكون الساعة تسعة وثمنتاشر دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغريب العقل ومنسبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وزي ما حكينا بما أنه هاي الزاوية رح تكون موجودة والقمر موجود بدو ينتقل للحمل معناته هاي فترة ممتازة لأمور التجميل ومعالجة الشعر التالف بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة ثلاثين سبعة بيبدأ في تمام الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساءً وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وسبعة دقائق مساءً لا ينتقل لبرج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب تسعة عشر يوم في تمام الساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساءً بيصبح عشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يفضل فيه لغاية يوم ثلاثين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في السرطان وبدو ينتقل للأسد ورح يمكذ في الأسد لغاية احدى عشر ثمانية هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ولكن بسبب الانتقال والزوايا اللي رح يشكلها عند دخوله للأسد بينزل وبصير منتحس بنسبة خمسة عشر في المية مع ساعاته الظهر أما بالنسبة للزهرة في العذراء حتى يوم ستة عشر ثمانية منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحوت وبدو يتراجع على الدلو طبعا لغاية ثمانتاش عشر برح تستمر عملية التراجع منتحس بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احدى عشر منتحس بنسبة أربعين في المية أرى نصف الثورة حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم من الآن ولغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتتغير الأمور بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود حاول انك انت شوي تركز على مزاجك وحاول تحد من عصبيتك وكلامك أثناء التعامل مع الغير برج الثور بيظل النشاط مركز خلال الليل في الأمور اللي إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية من الآن لغاية ساعات الصباح وعلاقتكم ما بينكم وبين الأصدقاء من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل وصير في الحمل بيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم بتكوا تحاذروا من الدخول في مناقشات أو جدال ما بينكم وبين الأصدقاء لأنه ممكن تتطور للأسوأ برج الجوزة من الآن لغاية الصباح بتكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وبتكوا تواصلوا الأعمال الموكلة لإلكم واللي بدأتوا فيها من قبل طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وبوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق برج السرطان من الآن ولغاية ساعات الصباح اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز ويستعد بشكل جيد طبعا ما رح تنشطوا باتصالاتكم بحواراتكم كلها هاي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكوا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحن أعصابك وتصرفاتك أهمش أنك ما تضعف ما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح ممكن تتفحصوا حساب مشترك أو أمور مشتركة بتكوا تمتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة ونوع من أنواع التحالف مع أشخاص خارج البلد وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الإجتماعية بتكوا تنتبهوا بس من أمور أثناء تنقلاتكم أو سفركم تفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم وما تتسرعوا أثناء قيادة السيارة أو التنقلات على الشوارع المفتوحة برج العذرة بينصب اهتمامكم من الآن لغاية ساعات الصباح حول تعزيز شراكاتكم شراكاتكم المالية والعاطفية حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك شريك العاطفي أو المنزل أو شريككم في العمل حاولوا أنه ما تكبروا المشاكل أكبر من الحجم الممكن تسيطروا عليه برج الميزان من الآن لغاية ساعات الصباح بتواصلوا عملكم اللي بدأتوا فيه من قبل وحاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد في ساعات الصباح طبعا القمر بصير مقابلكم تماما فترغبوا في تعزيز شراكاتكم لكن بدكوا تنتبهوا من طاقتكم لأنه طاقتكم بتكون ضعيفة فحاولوا قدر الإمكان أنه تركزوا بشكل جيد تنتبهوا لصحتكم تحاولوا تنتبهوا من بعض الإصابات وخصوصا الجروح أو الالتهابات برج العقرب بتظل العاطفة عندكم قوية طبعا وبتميلوا الاتصالات أو للتواصل ما بينكم وبين أحباكم أو التجاوب معاهم من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكون تنتبهوا لصحتكم ممكن شوي يغلب عليك نوع من أنواع طباع العنف العصبية وخاصة مع الحبيب مع أولادكم بدكوا تحذروا بشكل كبير حاول قدر الإمكان تنجز أعمالك وما تهملها برج القوس اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن لغاية ساعات الصباح وخلي علاقاتكم العائلية جيدة بدون مشاكل من ساعات الصباح بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف العلاقة بالمنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي بيكون حاد برج الجدي اللي بيتقدم لإمتحان بده يركز بشكل جيد وخصوصا من الآن لغاية ساعات الصباح وأثناء تنقلاتكم نفس الشيء من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية بتكونوا شوي عندكم نوع من أنواع العدائية وهذا الشيء ممكن يسبب يعني بسبب مزاجك أو خلاف أو سوء تفاهم بدك تدير بالك وعليك الحذر أثناء التنقلات وقياة السيارة على الطرق المفتوحة برج الدلو من الآن لغاية ساعات الصباح بتكونوا تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة خففوا من النفقات لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات من المحتمل أن يعاني لبعض منكم بعض المشاكل أو النزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للوضع المالي عليكم تجنب التبذير قدر الإمكان برج الحوت من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا بنشاط يعني أكثر من الأيام الماضية أهمي شنكو ما تبادروا العمل الجديد حاولونكو تواصلوا ما بدأتم فيه من قبل من بعض الأعمال ممكن من ساعات الصباح تنهمكو في أمور العلاقة بضبط ميزانيتكم ولكن بيكون مزاجكم سيء وبيكون عندكم قلة في الصبر عشان هيك هذا الشيء ممكن يسبب لكم شوية نزاعات مع محيطكم ضبط الأعصاب والميزانية مطلوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر